السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم جميعا تحياتي لكل من بتابعني على هذه القناة أهلا وسهلا فيكم جميعا طبعا أحباب نحن في سنة جديدة سنة 2022 وإن شاء الله تكون خير علينا وعليكم تعرف عليه كل يوتيوبر وحط أهداف قدامه بحط إيش بدي يعمل في سنة جديدة طبعا إحنا أهدافنا واضحة إن شاء الله وأهدافنا لسنة 2022 إن شاء الله راح تكون بسيطة راح إن شاء الله نوصل ل 100 ألف مشترك إن شاء الله في خلال السنة هادي بإرادة ربنا وبدعمكم يا أحباب راح نصل للمئة ألف مشترك وإن شاء الله راح تشوفوا محتوى يعجبكم ومحتوى مميز حيكون وبنهنيكم إن شاء الله في السنة السعيدة هادي السنة 2022 وإن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم مع علينا وتتحقق كل أمانيكم إن شاء الله وتحققوا كل أحلامكم وشكرا على دعمكم لآخر فيديو وشكرا على تعليقاتكم الحلوة تعليقاتكم المميزة وشكرا لكل من علق ودعمني في هذه القناة طبعا أخوان خلوا التعليقات مستمرة ودعمكم مستمرة للقناة وخلينا نبدأ على بركة الله ليلى هادئة مع سانتا كلوز الشهري كريم ولطيف وجميل رمز الفرح والسعادة مصدر للهدايا والمفاجآت أظن الكل بعرفه بابا نويل أو سانتا كلوز هذا العجوز اللي له خدود وابتسامة عريضة ولحية بيضة ولاب الزي أحمر بلف على المنازل عشان يوزع هدايا في راس السنة على الأطفال ويزرع الفرحة في قلوبهم هذا العجوز أيقونة للعطاء والطيبة لكن للأسف مش دايما في لحظة ممكن يتحول هذا العجوز المعطاء لشيطان ما فيش في قلب ورحمه مش لشرفي ذاته لكن بسبب أشرار البشر اللي بتنكر في زيه هيئته عشان يحققوا أهداف دنيئة فكم جريمة بشعة صارت باسم بابا نويل كالتحرش في الأطفال وسرقة المنازل والمصارف أو حتى جريمة قتل بشعة زي ما صار في قصتنا في هذا اليوم بس جامل ما نبدأ بالفيديو لا تنسى الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هاتو الأنترو في عيد لكريسماس عام 2008 من أغرب الجرائم اللي ممكن تسجلها كتب التاريخ في يوم من الأيام بروس المجنون تنكر في زي بابا نويل أو سانتا كلوز وقتل عائلة كاملة خلينا نشوف مين هو بروس باردو طبعا قبل ما نبدأ بحادثة جريمة القتل لازم نتعرف في الأول على مرتكب هذه الجريمة وبعدين نتعرف على تفاصيل الحادثة بروس باردو يعيش في كوفينا في الولايات المتحدة الأمريكية مجرد شخص بسيط اتربى تربية بسيطة وهادية الحالة المادية لأسرته كانت متوسطة وكمل تعليمه في ظل هاد الظروف وكمان اتزوج زواج مبكر يعني اتزوج بالسن الصغير لحد هان ممكن نقول انه حياة برضو كانت سعيدة وكل شي تمام استمر زواجه لمدة خمس سنوات في هاد الفترة ما أنجب ولا طفل وبعد شهور من السنة الخامسة كانت الصدمة والكارثة في حياته وزوجته طلبت الطلاق منه كان طلب غريب ومفاجئ في نفس الوقت بالنسبة لبروس نفسه وحاول كتير يمنع هذا الانفصال لكن المحكمة كان لها رأي تاني وفعلا اتطلقت زوجته منه وتركت بيتها وصار بروس وحيد وغير هيك المحكمة ألزمته يدفع 10 تلاف دولار عشان قضيت الطلاق مع كل هذا اللي حكينا عن بروس لسه ما وصلنا للنطة الأساسية بعد كل اللي صار معاه عرض بروس لطرد من وظيفته ما فيش أي أسباب محددة طبعا طرده من الوظيفة أثر على نفسيته وحبس حاله في بيته لمدة شهر وما كان يكلم حدا حتى ما كانش يطلع من بيته عشان يجيب أكل والواضح من كل هذا اللي مار فيه انه عالم هذا الرجل المسكين انهار وتدمر وتدمرت نفسيته معه ولحد هاد اللحظة كان مجرد شخص ضعيف مسكين لكن بعد هيك اتحول لوحش كاسر مخيف طبعا ما فيه أي إشي بيشفع له على اللي عمله في كريسماس 2008 شو صار في ليلة الكريسماس عام 2008 الليلة الأخيرة في عام 2007 كانوا الناس في بيوتهم يحتفلوا بعيد الكريسماس والمفترض انه يبدأ عدد كبير من الناس في اليوم التالي وهم كلهم أمل وتفاؤل لكن الصبح ما طلع عليهم من الأساس لأنه بروس برضو زارهم فتاة صغيرة سمعت صوت الباب الساحة داعش مساء اتطلعت في العين السحرية عشان تشوف مين بيخبط على الباب لقيت بابا نويل اللي تعودت انه زورهم في هذا اليوم فراحت فتحت الباب بكل سعادة وفرحة كان فيه شخص لابس زي بابا نويل وحامل كيس أبيض كبير من المفترض يكون هذا الكيس كيس هدايا لكن بابا نويل اللي هو بالأساس بروس باردو متنكر بزي بابا نويل وطلع من شنتته مسدس وما تردد ولا لحظة واطلق رسستين في راس هادة الطفلة وبيبدأ بعد هيك في رحلة الجحيم لبروس باردو كان منزل هادة الطفلة هو منزل عائلة جوستو السابقة أشبه بالجحيم بسبب اللي عمله بروس باردو بهادي العيلة وزي ما هو واضح للجميع انه اللي عمله بروس ببساطة انه أخذ رحلة بهذا الجحيم او ارتكب مجدرة كوفينا زي ما أطلق عليها الإعلام قبل هيك على العموم بدت القصة في قتل الطفلة وبعد هيك صار يطلق النار بطريقة عشوائية على كل حدا بشوفه قدامه وبعد ما خلص الارصاص في مسدسه طلع ألسنة من اللهب وصار بخه بوجه كل حدا بشوفه كان الموقف أشبه من الجحيم بدون مبالغة والمشكلة إنه المنزل كان فيه 20 شخص كانوا اجتمعين عشان حفر الكريسماس وغلبهم كانوا من عيلة جوستو السابقة واللي كانت من ضمن 9 أشخاص ماتوا في نفس اللحظة اللي بدأ فيها طلق النار وتوفى معها والدها وأطفال أختها وعدت أطفال في أثناء اطلاق النار الهيستيري وأثناء اطلاق النار اتمكنت أخت جوستو السابقة وبأعجوبة إنها تصل الهاتف وتطلب الشرطة وتخبرهم عن هوية القاتل ولمحها بروس برضو فورا قتلها وبعد أربع دقايق بالضبط من المجزرة اللي عملها بروس انتهت الدخيرة اللي معها وقرب وصول الشرطة للمكان وقبل ما يطلع من المنزل حرق المنزل كله باللي فيه وصار زي الهيكل العظمي وبعد ما خلص المجنون هاد المهمة راح على منزل تاني بيبعد حوالي 30 ميل عن الجحيم الأول أو المجزرة الأولى وكان هاد المنزل لأخوه لكن أخوه ما كانش في البيت ورجع للجحيم مرة تانية لكن هاد المرة ما كتلش حدا طلع المسدس وطخ حاله تلترص صار وما استنى الشرطة وما استنى أي شخص عشان أوضح اللي صار مات واندفن سره معاه مات وترك وراه نظرة مختلفة عن بابا نويل على أساس انه رجل الحب والسلام مات وغير النظرة عند الناس بعد هاد الحادثة الغريبة بدت الناس تدور على كل شي تركه بروس متأملين انهم يوصلوا لتفسير مناسب للمجزرة اللي ارتكبها بروس لكن في النهاية ما لقوا اشه وضل هذا الامر لغز ومن هنا بدت النظريات وتحليلات في منهم بيحكوا انه زوجته طلبت الطلاق عشان تتجوز من شخص تاني ولما عرف بروس انجان وراح عشان يكتلها وقتل كل اللي ببت إلها بصلاة وفي منهم حلله وقالوا انه مدير بروس في العمل طردوا بتوصيه من جوسته عشان هيك انتقم منها هذا الانتقام الكبير وفي منهم قالوا انه بروس انجان لانه كان وحيد لفترة طويلة جريم الوحيد اللي ارتكبها ارتكب قبل هيك عدة جرائم وما ترك دليل وراه من اغرب التحليلات اللي طلعت بعد الحادثة قالوا انه بروس تعاون مع شيطان اتمكن منه خلال فترة عزلته وهذا اللي خلينا ينفد اوامر الشيطان في كل اشي حتى لو امروا يكتل عشرين شخص وفتح النار على عيلة زوجته وفي تحليل بيقول انه بروس ما كان في وعيه في هذه الليلة ممكن يكون شيرب اشي خلاه مش دريع الحاله ومش عارف اشي بيعمل وخلاه مغيب عن الواقع وبعد ما صحي ادرك حجم الجريم اللي ارتكبها وما قدر يمسك نفسه وفضل انه ينهي كل شي بنفسه فقتل حاله كل هذه التحليلات كانت حجج ضعيفة جدا هذا الرجل كان بيعرف اشي بيعمل وبيعرف تماما انه جاي يكتل عيلة زوجته ومجموعة كبيرة من الاطفال وهذا السرمت مع بروس باردو فتح الباب قدام مشغف الناس الشديد عشان تعرف الحقيقة لكن ما حدا قدر يوصل للحقيقة حتى الان وقصة بروس باردو جسدوها فيلم ليلة هادئة من اخراج ستيف ميلار عام 2012 اعتمد على سيناريو رائع للكاتب جيسون روثول وهذا الفيلم بيحكي في قصة مدينة بيتعيش مشاكل الفقر والبطالة لانه المعمل الوحيد اللي في المنطقة تسكر وبيتفائل العمدة بليلة الكريسباس عشان يصير انتعاش اقتصادي وتجاري في المنطقة لكن هذا الامان سرعان ما تحول لجحين بسبب شخص مريض نفسي بيلبس ملابس بابا نويل وبتجول بين الناس في ليلة الكريسباس زي ما عمل المجرم باردو لتعيش المدينة ساعات من الرعب والخوف امام بشاعة هذه الجرائم وهمجية المجرم والمخرج اعطى نكه خاصة للقصة الحقيقية وما نسي يذكرنا باول ضحية لباردو وهي طفلة عمرها 8 سنوات وفعلا الفيلم جدير بالمشاهدة وبيحمي الرسالة لا تثق ابدا بشخص يقدم الهدايا واصدقائي في ختام قصتنا حسب ما ذكرنا بقصة بروس سرنا نفهم بقيمة الدمار النفسي واللي بيعمل بحق الانسان وبكل بساطة سرنا نعرف انه تدمير نفسية الناس زي قتلهم تماما وكما عودناكم لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم طبعا اخوان لا تحرمونا من التعليقات الحلوة ودعمكم بهمني يا اخوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة